أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانون جيبريسوس أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 والذي يتفشى في مختلف أرجاء العالم بات يعتبر جائحة وأضاف أدهانون جيبريسوس في مؤتمر صحفي في جينيف أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد وصل إلى مستوى وباء عالمي أو جائحة وقال تقوم منظمة الصحة العالمية بتقييم هذا التفشي على مدار الساعة وهي تشعر بقلق عميق إزاء المستويات المقلقة لانتشار وشدته وكذلك بسبب مستويات التقاعس المزعجة وعلى الرغم من إعلان المرض جائحة والذي يفهم على أنه تفشي صعب سيطر عليه والذي ينتشر عالميا شدد رئيس المنظمة الأممية على أنه لا يزال من الممكن خفض أعداد الإصابة باتخاذ تدابير سياسة صحية حازمة وكشف المسؤول الأممي أن أعداد الحالات المسببة كوفيد-19 خارج مركز المرضي في الصين تزايد الثلاثة عشر دعفا في الأسبوعين الأخيرين كما تضاعف عدد الدول التي تضررت منه ثلاث مرات وبلغ عدد حالة الإصابة على مستوى العالم إلى مئة وثمانية عشر ألف حالة من مئة وأربعة عشر دولة فيما وصلت حالة الوفيات إلى أربعة آلاف ومئتين وواحد وتسعين حالة ترجمة نانسي قنقر